طيب هناخد حضرك بقى الموضوع متخصص شويا نتكلم فيه بالتفصيل وهو التهاب الكبد المناعي اي يعني ياريد حضرك مشكورا اولا تقول لنا يعني ايه التهاب الكبد المناعي دكتور شوف حضرك احنا بنقول الامراض المناعية عموما ببساطة شديدة جدا ان جهاز المناع بتاعنا اللي هو ربنا خلقه لمقاومة اي شيء مؤثر على صحة الانسان سواء مؤثر خارجي او الداخلي ان هو ممكن يقاوم يعني لما جهاز المناع ده يحصل فيه خلال يقاوم ويبدأ يهاجم اجهزة الجسم وعضاؤه فمن ضمن العضاء اللي هي بتتأثر اللي هو الاوتوميون هباطايتس اللي هو التهاب الكبد المناعي ودي حاجة بتبقى يعني مثلا مريض بيجنة وبنحس ان هو مع ارهاق شديد وفي بعض العلامات خصوصة بالنسبة للسيدات بتبقى ايه موجودة معها اكتر التهاب الكبد المناعي ممكن فيه اعراض منعية يعني ممكن نلاقي فيه مثلا عندها التهاب مناعي فيه اجهزة اخرى وعضاء اخرى زي في الغضة الدرقية والخير لماهم بنعمل وظائف الكبد اللي هي علو بكبير جدا جدا اللي هي انزيمات الكبد نفسها نجي نعمل الفيروسات مليش فيه فيروسات نعمل مثلا نشك فيه امراض التمثيل الغذائي زي اللي نشوف نسبة الحاجات المرتبطة بالنحاس او الحديد اللي هي طبعية فنقول نتدرك بنطلب متضمن الحاجات اللي هي تحاليل الاجسام المناعية اللي هي بتاعت الاوتوميون حاجة اسمها ENA, EMA وLKM حاجة تخصصية بالنسبة للتحاليل المناعية من هنا بنعرف نشخص الالتهاب اللي هي المناعية واحيانا بنتجه لأغذائي عينة من الكبد لان انا اوصل لتشخيص السديد ليه عينة من الكبد؟ لان انا بمشيي بقى طرق العلاج تختلف عن التهابات الفيروسية ده بمشيه إن حاجة تقلل لي نشاط جهاز المناعي أكتر حاجة تقلل لي نشاط جهاز المناعي هي مجموعات الكورتزون أو فيه مجموعات الأدوية بتقلل الجهاز المناعي طيب إيه العلاقة بينه يعني بين التهاب الكبد المناعي وبين ما يسمى بالتهاب الكبد الذئبية دكتور محمد هل فيه حاجة كده هو أتشوف هو الذئب الحمرة يعني ده ده بيسموه مرض يعني مش خاص بالجلد بس لا بيصيب أجهزة كثيرة جدا منها المفاصل هنخفنا دايما في الذئب الحمرة على كذا جهاز خاصة على الكلا على الكلة يعني قد يصل المريض إلى حاجة اسمها نفروتك وبعد نفروتك يوصل ليه فشل كالوي فدايما طبعا مرض الذئب الحمرة بيجي للإناس أكتر من الرجال حوالي 9 الواحد وطبعا زمول حضرتك هي يعتبر جزء من الأمراض المناعية عزيزة اشتركوا في القناة